السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم حبيباتي احنا بارتاجي معكم روتين من روتينات الحجر الصحي اليوم الجمعة رايح احنا بارتاجي معكم كامل واش درت اذكر بش تشغلوا ولادكم في الحجر وصفات واكيد لقطات تحفيزية كما كامل تحبوا برطة لا تنسوش تخليوا لي لايك وتعليقتكم كما العادة اول حاجة بما انه اليوم الجمعة قدرنا طبق تقليدي بانسوغل اليوم خيرنا البركوكس اليوم تشاهدناها كامل انا تشاهدتو كي سقسيتهم قالوا لي اهدري لنا عدنا بزاس ما كليناش شوفوا هنا حطيت لبصال لطوم لمفسوتيعي تعل الحم حطيت لقصبر الكرافس ليزي بيس طماطش تعل الحب وتعل العلبة قلة ملح ملح اذا حبيتوا الوصفة بالتفصيل نحاول نعود نديره لكم في فيديوهات ان شاء الله مقبلة الليسونسية القلية ملح ملح ومبعد مرقت بالمسخون بالنسبة للبركوكس كنت بارتاجيت معكم مش حال من وصفة يعني اذا حبيتوا هاد الوصفة الخفيفة تعصيت كي ما نقولوا ما فيهاش بزاف بزاف ليزي بيس فيها الخضرة يعني خليوا لي في التعليقات اذا تحبوه في الصيف بيانسوغ وانا ان شاء الله هنشاركو معاكم المرقت كي ما نقول لكم بالمسخون وهنا تغلقوا لها كوكوت تخلوا حطي طيب الحم والخضرة يحطي بيان يعني مملي ما يحبوش الخضرة ما حشتبان درت هنا يا القصبر زدت هنا يا واحد كي ما كنتشوف وربطة صغيرة رميتها باش تطلق اللوغو وغلبت على كوكوت بعد ما طب الحم انا نحيت الليموغس نحيتهم ودرت البركوكس البركوكس انا من فوروش برك نحطه في المسخون يغلي رح ينتفخ بيان و بعد نصفيه ونرميه في العصاص كين اللي لازم يفورو بصح صدقوني هذة طريقة ممتازة تقولوا عليهم فور بينسيوغ تخلطوا ملاح وتخلوه يتجمر ويطيب ملاح اذا تحبوه خفيف ولا تحبوه ناشف كي ما تحبوه ريحين طيبوه وبنسبة اللي مقصوطة الحم حنفتتهم منحيلهم بينسيوغ هذك شحاميتو نفتتهم ونحطهم هكام الفوق في صحن التقديم و بعد البناتة رايحا مبرتاجي معاكم لازيت لي درتها لنا شوفوا شوفوا اللون والقوامتاعو مجاش خفيف بزاب ومجاش ثقيل درت هكا فتت الحم الفوق وحطيت هذك الحار وشوية حشيش جم ما شاء الله كي ما كنتو فو حطيتو في طبسي تعبطين وبرك حطيتو فوق هدس نوابش كان جزاف سخون مش نحطو فوق الطابلة كي ما كنتو فو الأصالة والمعاثرة حبيباتي صدقوني شوفوا عمرت إنكوكت عمرتها فطرنا بها وتعشينا وكلينة وكي ما قولوا كلوا معانا متلينة شوحدنا الحمد لله أربي دومها نعم إن شاء الله على الجميع ويحفظها من الزوال نقول لأي وحدة شحيتها شهيتك في الجنة حبيبتي وإذا تحبوا الوصفة تعلب بركوكس ممسي رهي سخانة خليوا لي في التعليقات إن شاء الله نبرتاجيها معكم بالتفصيل المومي وظهروا القوامتاع وإحنا منحبوه شتقيل بزاف يجيها كخفيف وبنين ووجبة مغذية وكامل نحبوها ولا حبيبتي وهنا بعد ما فطرنا وصلينا ريبوزينا شوية جيت ندير حلوة الطابع حبيت ننسيي هاد الابيس من هاد الاشواء اللي كنت بارتاجيتها معكم في الفيديو السابق كنت شيريته مع المشتريات اللي بارتاجيتها معكم كنت كومونديتو ولحقني حتل الطر حبيت نجرب هاد الابيس ها كاون بلاسيك بس كي جامي جربتها كين هاد المشتريك نجربها معاكم سانسيال احنا برك حبيت نضرب بالبيض والسكر ونشوف اذا تولي لانموس هكذا يخلطهم لملح حتي تثلت حبيت بيض اللي دارت الكيلت بهذا الكاس الصغير تعال الشاي وبنفس الكيلة درت نصف سكر ونصف فلانيليا شوفوا ديروا حلوة الطابع بهذا الطريقة صدقوني دي مختلفة ودي بنينة وذوق هادي ممتاز خلط درت قرصة ملح ما تنسوش القرصات على الملح وستعملت هذي الابيس اللي قلت لكم وقعت نخلط البيض مع السكر خلطهم واحد دقيقة مشي بزاف وصعبة شوفوا يعني ولات لينموس يعني خلطتهم الملح تنجرب فيها ان شاء الله لمايوناز ونبرتجيها معاكم هكا بش نستغلوا هذي بيها مشي جات معاه وما نستعملوها شنحول نستعملوها خلط وفرغت بلوتو البيض مع السكر في هذ هذي شفنا هكا صغيرة وريح نزيد بنفس الكيلة كيلة الزيت شوفوا تبعوا معايا الملح هذي الوصفة تعال تعال حلوة تتطابع فريمان جيبنينا ممسي مايكونش عندكم زيست دو سيترون زيست دو يعني جيكم هيلة بهذا الفلون حطيت كيلة زيت وكيلة لانوات كوكو وزود اكياس خميرة كيميائية شوفوا نحط كل شي على ضربة وريح نضيف هنا لماي زينة ضفت ثلث ملاعق كبر ضيف على رأس الملعقة صغيرة بركت شوية هكا خميرة الخبز بش جيكم مخفيفة وطرية مطيبس لكم شكامل حلوة الطابع بتعغير شوية ما تكثر ودرت زيت على البرتقال كان عندي في المجمد انتم ما قلت لكم تقدروا تستغنوا عليه بسكفيه الفلون جي فيه ريحة بزاف هيلة شوفوا اللون تاع وجي جي شفر من هذك الفلون فاني اللي حطيت الإسساسية هذي 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 فيفا بصح هنا في هذ المكونات اللي اعطيت لكم بخميرة الخبز اللي ضيف لها شوفوا ممسي كمية صغيرة برك صح صدقوني ممسي تنشفوا شوية عجينة تجي الطرية وكل ما تقعد هذي الحلوات تقعد الطرية وضغ تشوف ها يعني في آخر الفيديو سنور لكم ونقسم معكم هنا خلطتها ريحتها ريحت اللافاني هذي كتا اللافاني ستقوني بزاف عيلا وكي تكون طيبة ما نحكي لكم درت انطقي كويسون هكا غير عم بتي مخصو وقعت نحل عليه بسكلا عجينة طرية بزاف هكا بش ما مت عذبني وطرشوه مين احسن ترشوه بش يفارينا وتحلوه على بلكم حلوة طابع لازم تحلوها خشينا شوية وتطبعوها كي ما تحبو انا درت قلوبها ودرت وريد صغر دكتوفوهم معايا لسونسيال تسعفوهم غير بالعقال تقطعو حلوة طابع تحطوها في صينية هاد الحلوة التقليدية الجزائرية اللي منستغنوش عليها كامل بويت الجزائرية شوفو غير ستلفل نديرو وحلوة طابع سهلة دراري كامل يحبوها مع القهوة دي هايلا مع قهوة حليب دي وشو نقولكم يعني مليحة بزاف هكما تخطينا شفت الدار كي تكون دايما عندنا حلوة طابع يعني ممسي ما تلقوش كامل بشت تسقهو وتلقوها هي فالا حطيت هنا جندف مع شوية حليب ودهنت كامل السطح وبنسبة للسطح ما كانش عنديها كامل حلوة وشن زين وش درت السكر كان عندي يركيق بزاف درت الفلون لهذا كامل فلون دخلت وداخل عفون زين تبهم الفوق شوفو كي كانت طيب صدقوني رح الفلون ضاني دير حالة مع ذا كزيز تعل تينا وشو نقول جت بزاف هيلة وكاين كاين ادرتم كاوريد صغر كما كم ترون وشكل حم ممتاز بكم نريد لكم كي طابط بنسبة الطيب حبيبتي اذا تحبوها مشقوقة بزاف من الفوق حلوة طبع تحبوها بزاف مشقوقة سخنوا الفوق من ملاح وشعلوا لها غير من فوق وخليوها كامل تشقت وشعلوا لها من تحت وخليوها طيب انا صراحة شوفوا سخنت الفوق تخيبية بصح شعلت لها اولا غير من التحت يعني في الأول شعلت من فوق ومن تحت خليته سخن ملح ملح وم بعد شعلت غير من التحت كيشفت انتفخت وطعبت ملتحت شعلت لها من الفوق هنا بنتي رأي تعاوني هكا دخلوا بنتكم للمطبخ يعني لو كان يديروا غير حاجة صغيرة شوفو هنا بعد ما طعبت جت هاي لا ممس يشوف مشعلت لها شاية من الفوق بصح تشقت شوية كما كنت شوف وكن نقرب هالكم فالا قيابها جا هاي الملتحت ومن الفوق جت مشقوق أو الريح الريح لو كان نقدر نوصل لها الريح اللي رحي بغيبو هاي قلت لكم دخلوا بناتكم يعني تعلموا يطيبوا يتعلموا يديروا حلوة يعاونوكم صختوا في الحلويات حيعجبهم بزاف الحال يعني هنا غير دارت معايا بنتي صغيرة غير هذك الفلوم من فوق فوق الحلوة وفرحة تعجبها الحال يعني دارت لي معايا مام جون دوف وبنتي الكبيرة كانت عاونتني يد بيد يعني كانت تحل معايا لعبات وتقطع بسكوية معايا درت كيلة صغيرة ومبعد درت لي غير هذك سنيوات عاونت درت بنفس الكيلة وحد أخر يعني ما درش تلتحبات بيض ورد تلتحبات تلتحبات بيض ويعني قاست لعاكم تشوفوا الكام يام ما شاء الله بالنسبة الأطفال في الحجر حبيباتي حاولوا تديرو لهم أنشطة شوفوا تدخلوا لجوجل كانت نشاطات مسلية وفي نفس الوقت مفيدة تلقوا بزاف نشاطات حاولوا تديروهم لولادكم تدخلوهم شبر كلاسقين في التليفون ولا للطابلات ولا الميكرو أنا بلكم مش ملاح بزاف العينيهم ومما يعني الذكاء تحميتوا يعني المختصين هم يقولوا بليك مش ملاح شو شو هم ميتوا ثم حاولوا دايما تغيرو لهم شوية وتديرو لهم نشاطات هنا نفتح لكم حبيباتي تشوفوا حلو الطبع كيف تشتيف فغيمة الطريقة هنا جديد وراهي الطريقة قلت لكم كلما تبعد كلما تجي طريقة كثر شوفوا يعني فغيمة تتفت تتوحدها بورك تحلوها حلوها شو يخشينا متحلوها شرقيقة بزاف وهذه الخميرة الخبز اللي ندير لها هي اللي تدير فرق صدقوني ما حشت خمر كيف الخبز بصاح تجي هايلاند تجربوها وهنا حبيباتي هنا في الليل بعد ما كملنا وتعشينا كيف قلت لكم تعشينا غرب بورك وكسز شي شلاطة تعال الفلفل حلو شويتو ودرتو صلاطة مع طماطيش وبصال نيسانسية الحمدلله على النعمة هنا في الليل بعد ما دوشت وجيت من نقي شوية الحمام شوفوا هنا لاصل دوبان حب نتوا جيني غال ما في الليل هكا بش صباح كي نوضو نخسلو كعمل نلقا ودنيا نقية صح اليوم كي كنت نقية خلفية الدم ورحت كملت بان كي جيت نرغونها كملت رغونت السالون كملت رغونت الكولواغ وليسان بغضو مسحت همبرغ لسان بغضو جيني غال مون يقعدون نقيا بس نرقدو في همبرغ بصاح وين نقعدو بزاف كيمال كوزينة سالون الكولواغ نمشوف فيما لي توسقوا بزاف سوخة الدرارية لابلكم روحوا مننا ومن ذا يدلنا المكلة لسان ويجب لازم التنظيم هنا هذا المنظم كما نقول الحمام كنت مسحته هنا مليح وعود رجعت كل حاجة البرست رجعت حطيت فوق هذا كوتان ديسكو كوتان تيجلي كنت شاركتهم معكم في المشتريات نقيت المليح السال دوبان بعد جيت هنا لقيت بنتي تخسل في المعن هنا المعن تعال العشاد دايما بنتي اللي تخسل هم هنا قلت نعاونها برك في الكوزينيا نقص عليها بس كانوا بزاف المعن على بلكم الكوكوت هذيك تعل الكوكاس والمعن كنا تعال القهوة ما خسل لها مش تلمون مع العشاد قلت نقص عليها غير هك الكوزينيا درت لها شوية تعجل جابل وخليت مع الأول شوية تنتفخ وبعد جز نحك بنسبة الكوزينيا ما زال يتلحق نشوف أسئلة عليها هي بغانت لها مارك تح طبع ما نصح كمش بيها بزاف شوف الفوق تح سعب يطيب ملاح أنا تح ما تشعل من فوق وملتحت أو ممط عندي فوق اللي كتري كي نحب حاجة شعلة من فوق ملتحت مطيب فيه هذو العيون تاعو ذو نوريهم لكم كيف يتقشر مع الوقت يعني ما يبقوش بيان بيان مما لا طال يعني ما عجبتنيش بزاف بزاف ما يش أو طب اللي حبي تشري يعني ما نصحاش بزاف هذ لامحك نقول لكم بدلوا أحسن شوفوا العيون هذي ملاحة مطيب فيها بزاف من هذي شوفوا كاريطة هذي نطيب فيها بزاف بس كالنار تحاجة يمط وسط من هذي نطيب فيها بزاف لونك بالنسبة اللي سبسوني شاء الله نكون جاوبتهم أنا مسحتها فحفحتها بالطبع كيما كون تشوفو وزت نرفض وعلى حك نحطهم في بلاستهم على بلكم معالي عشية يعني في فان جواني كيما قولوا منين دك تكوني بشغولة رفدي منا حطي منا على بلكم يعني ماذا بكم معالي عشية كامل كل حاجة أرجو على بلاستها هكا بشكتنوض وصباح شغول ما تتخلطش عليكم بزاف ما تقعدوش غير تحاولو ترجعو بالنسبة للمرأة بشتكون منظمة هي في الليل لازم ما تروحيش تحطي راسك على المخدة غير وكل حاجة كانت في بلاستها خليتها تكمل دير لا فينيس يوم دي ما تقولي هي هنا جيت للسالون شوفوا كانوا لي كان أعطي منا من جهة تيلي رجحتهم منا ومبعد اليوم قلبتهم شوفوا عودت رجحتهم من جهة لي من هيك يعني جب لي ربيها كاخر انتم ما قولوا لي رأيكم في اللو الكامل كانوا من جهة تيلي ومبعد قلبتهم مننا وعاودت دورتهم صراحة مع الحجر صحي كرهنا في الدار شوفوا عندما بنا هكا مرا لامرا بدلوا ديكور بدلوا بش نحسوا بلي حاجة تغيرت انتم ما قولوا لين عجبني هكا كي مرا ربيها كاخر يجي ولي كانابي مننا ويجي لتليفزيون مننا وعندي من هاد الجهة لا تابل ولا لا تابل معالي شاز منحبش نشارجي بزاف سالون منحبش نحط في هزام ببليات اعكل لامي ربيها كره مني قلت لكم بعدما كملت رغونت ثلاثة دبا خرجت هنا للكون واق درت رغو هذا التنظيف الليلي صدقوني حسكم بواحد المتعة لا نحكي لكم هنا درت لسالون لم يتحدث معكم كل وزيت لسال دبا وخرجت للكون وقاعد الرغو ندخلها في الكوزينة نكمل الكوزينة وبس الكوزينة فيها بالكون نكمل هنا كملة الماء رغونت أنا كل هي جت تجبد وأنا عاودت بالنشاف يعني كي تكون تكملوا قلت لكم التنظيف الليلي يعطي لكم واحد الراحة واحد السعادة كي تركضوا في النقاط ونحكي لكم سوختوا تحسوا بلي غدوا أصبح ما تديروا والو تتخموا غير تنوضوا طيب وفطركم وهذا ما كان بوا أنا ما نكتبش عليكم وقول لكم يوميا ندير شغلي في الليل بصح مرة على مرة هكا نشوف بغيما الحال موسخ نقيها هكا في الليل وصباح صباح الدنيا نقية كي نكون بينصير خدامة كي ما ذكر أنا عطلة بسع كي نكون خدامة ندير شغل في الليل يعني ندير بزاف شغلي في الليل مع العشية يعني معظم الوقت تعي في النهار نكون في الخدمة دونك في الليل نحاول نستغل المكسيمم ولا حبيباتي بهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو وقلكم خليوا لي لايك حبيباتي نحبكم بزاف ونتلاقوا في فيديو مقبل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته